لكن في بداية نستمع لرأيي الأخضر باللوم الذي لم يكن حاضرا معنا بعد المباراة الآن نخضر أن تشاهدت المتخب الوطني لأول مرة تحدى قيادة ربح مجر صحيح لم يكن له الوقت الكافي عشر أيام لا يستطيع أن يفعل شيء الكثير لكن هل وجدت لمسة هل سجلت أشياء إيجابية ما هي خلاصتك التي خرجت بها من هذه المباراة لكل حالة كم يقول لك نقطة واحدة والتعادل يعني خيم الخسارة يعني الخسارة كانت أشياء قاعد ضيعة يعني المعنويات قاعد يروح فيها ولكن يعني بين اللعبين ما يعرفون وشا 100% هذا المثال تعالي السخ باري القوش بين اللعبة بلا ما يعرف اللعبة تاعها ما شاهده ما شاهدهش في البطولة تعنا لو شاهده ما كانش يديره باركزام يعرف الدور تعالي الطريقة التي تخرجها 28 مينت وفي 28 مينت خرجها ديفونسير أنت الخسر يعني ما زارك في أرض ميدانك تلعبها لك اللعب كل زملاء قالوا له شيء يلعبها يعني در ريسكا به طريقة اللي خرجها مش كمسا كانت ما تعرفش ما تلعبش دير واحد لي تعرفك كيف هي اللعب بلايس هم اكسترا دونك سيتان جور بليتو مدرب جديد دونك نعطوا الوقت ما نحكموش على فيفا مباراة واحدة نجيري احتراماتنا خصم كبير متأهل من المباراة الثانية الله يعلم الله الثالثة أهل دونك لو يعني دا في نهار الزومبي الفريق الوطني مجار دا في فريق الوطني نهار الزومبي ألي روتور ممكن كني ممكن لماذا لا يدي النتيجة المعنيات كان والفريق كان رام حطم كيف هاد جي جي انجور كمسا في 20 ميني او 28 ميني دونك رب اللي ما يغلص في الكورة القدم في هالغلطات وكوش دونك الخروج تاع ما ماشي هاده الطريقة على كل حال نعم بنشيخ حسب الاصداع التي وصلتنا من داخل معسكر المنتخب الوطني ان مجار لم يكن راضي دير هادك لكوفيرتور هوا لعب باريار غوش هم لعبوا فوتبول كونتاناريار لاتيرال يولي لازم يسيري سوى لاتوش سوى يديها ما يدلي ما يهربوا لك هو ديزي كيلي برا لديفونستانا لما تشوف جواري انجليسي طروا فوا كاتفوا إلي اول كو يعني مراهوش في يومه تبدينه اثار الجدل ربما في تصريحات ماجهة لما قال تعويض تاكتيكي نعم تعويض تاكتيكي هنا هو المشكل اللاعب ليس بقدرته الاضافة هجوميا ليس بقدرته في هاتك المباراة ان يكون ربما سنب حتى يكون مهاجمتان يعني رواق الايصر كما كنا نشوفه غولام كانت موزيسيون دبال ولا تشوفه محمد وكان الناعد جالي لا يذكره على خير يحبسنا اليماج يقول نشوفه ورا مزوج في اللاكس ورانا الستة في المليون صح او لا لا وين الاريار قوش لازم يطلع لكن كيف تغيير تاكتيكي مو من هو منصب بمنصب عن منصب بمنصب ممكن يكون تاكتيكي ليس في السيستم في اللاعب بداته كيف شرح يكون هجوميا اكثر نجاعة وكيف شرح يصيبه في وسط الميدان يعني كما يقولون سي موفمون تحركاته عن رواق الايصر يا محمد هذا تاكتيك لكن مو من حتى اذا سلمت لك بالحقيقة في هذه النقطة لا قلت ربما ما تجري خماماك اسمح لي حتى لو سلمنا لك بالحقيقة وبالحق في هذه النقطة وان ماجر محق في اخراج النساخ هل هذا يعني بان ماجر اخطأ اصلا في استدعاء هذا اللاعب من المنتخب الوطني؟ لا اقول في استدعاء اقول ربما لم يكن مقتنعا بخيار اللاعب كضايرا ايصر لا تنسوا ان ماجر يعود له الكلمة الاخيرة ولكن تعود له الكلمة الاخيرة ولكن في بداية مشواره مع المدربين وليس ليس مختلف من المنتخب الاخير بجمال من الناد احبابه سي سي كوليك سي سي اسيستوان ها لهم احبابه لا اقول ان يتوقع كيف احبابه ربما تشعروا داروا الاخير غوش ربما اخذوا اخذوا زيان ربما داءها من الناد ونحييهم على الشجاعة اللاعبه جوال عمرو ملعب اي مباراة دولية ودخلهم عن نيجيريا فريق عنيد ربما توازن الدفاع راح في خطر أنا ربما لو كنت مدرب نستمنا الشوط الأول نستمنا الشوط الأول نرح ندير شمس الدين حتى تغيرت حتى تغيرت بالخيطر في وقت سابق في المتحب الوطني انتقادها ماجر في الاستوديو وقال ما كان مدرب أن يغير بالخيطر هكذا سيقضي على مسيرة اللاعب ولا يمكن منح ثقة المحليين بتغييرهم في كل مرة الآن هو قام بالتغيير السؤال ممن هل ماجر الآن ربما بدأ يكتشف بأنه في الميدان هناك أمور أخرى تقدر تحصل تخليك أنك مثلا تتراجع على بعض الأفكار أو تغير بعض الأفكار أو حتى تدير قرار مثل إخراج نسخ فيه 30 دقيقة ماذا حال سمحي محمد أنت تتكلم على محلل وبدل في وضعية محلل عندك معطايات عندك نظرة ليست نظرة غرف الملابس ليست غدرة بدكة البودلاء وهذا تكلم عليه إيميجاكي مدرب بطل العالم ومدرب كان قاد يعني يكون مجموعة راحة